ينضم علينا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري إذن أحمد هل لديك أي مؤشرات على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي ومستوى الإعلامي حتى تؤكد مثل هذه الأخبار المتواترة أننا بيطنا أقرب من أي وقت مضى من اتفاق بين حماس وإسرائيل كلما زاد الحديث عن صفق التبادل كلما معناه بأن الجيش الإسرائيلي لم يحقق إلا تراجع للخلف في موضوع الإنجاز على المستوى العسكري هذان أمراني ملتصقاني ببعضهما البعض الصفقة مقابل العمل العسكري داخل مناطق قطاع غزة خلال خمسة أيام الماضية كانت إسرائيل تعيش في حالة حرب استنزاف لم يتم تحقيق أي أهداف عسكرية لافتة للانتباه لا بموضوع الاغتيالات ولا بموضوع مستشفى الشفاء ولا بموضوع القضاء على حركة حماس ولا بموضوع أن يكون هناك اعتقالات ولا بموضوع أن يكون هناك رفع للعالم الأبيض من قبل قتائب القسام وبالتالي الحديث الآن بات أكثر وقعية حول صفقة للتبادل لأنه لا يجد هناك إنجازات على الأرض وعليه فأن المجلس الحرب سوف يجتمع الليلة بعد ذلك سوف يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي وبالتالي الليلة سوف يتم اتخاذ القرار هل سوف تكون الصفقة غدا؟ طبعا لا هذا بحاجة إلى وقت لأن أولا الأسماء يجب أن تعرض على المستشار القضاء للحكومة ثم للمحكمة العليا لمن يريد النقد ثم الذهاب إلى هيرتزوغ وهو رئيس الدولة وذلك للحصول على التفويد النهائي يعني هناك حاجة على الأقل إلى 72 ساعة وذلك لكي نرى أولئك الأسرى الذين سوف يتم الإفراج عنهم من هم الأسرى؟ بطبيعة الحال التسريبات الإسرائيلية تتحدث وطبعا هذا بدأ يشابه جدا التسريبات التي نسمعها من حركة حماس علما أن القسام والله يفاوض وليس قادة حماس الموجودين في الخارج يعني واضح أنه كتاب القسام وتحديدا محمد الضيف وطبعا القيادة العسكرية الموجودة في قطع غزة عندما أغلقت الهواتف أي أنهت الاتصال عندما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مستشفى الشفاء وحينها تسرب معلومة بأن الصنوار قد أغلق هاتفه طبعا هذا مجازيا ولكنه أغلق الاتصال وهو بالفعل تم ذلك أربعة أيام لم يكن هناك حديث حول الصفقة فقط بالأمس بدأنا نسمع عن العودة إلى الحديث حول هذه المسألة النساء الفلسطينيات الأطفال وممكن كبار السن الحديث إما واحد مقابل واحد أي خمسين مقابل خمسين أو واحد مقابل ثلاثة أي إسرائيلي مقابل ثلاثة سلسطينيين أي خمسين مقابل مئة وخمسين الحديث عن ثلاثة أيام أو الحديث عن خمسة أيام أنا هنا لا أنقل لك التحليلات أنا أنقل لك ما هي التسريبات السبب في ذلك أن هذه صفقة هذه عبارة عن مفاوضات هذه عبارة عن أخف ورد وفي اللحظة الأغيرة يمكن أن تتغير الأمور وتتبدل الصنوار إذا أعطى المزيد من المحتجزين يمكن أن تزيد إسرائيل من الأيامات تحدثوا قبل قليل بأن هناك طلب من قيادة حماسك من كتاب القسام بمانع الطائرات المسيرة أو بمنع الطائرات الاستطلاع وذلك لمدة ستة ساعات هذا جديد هذا لم نسمع خلال الأسبوع الماضي علما أننا لمدة أسبوعين ونحن نسمع عن التقدم في صفقة التبادل التقدم في صفقة التبادل ولكن على الأرض كنا نسمع عن تقدم الدبابات الإسرائيلية وذلك باتجاه المحاورة الإساسية في مدينة غزة ولكن بعد خمسة أيام أي قبل خمسة أيام من الآن هذا التقدم بدأ يتراجع أو ينكمش أي أنه توقف التقدم الإسرائيلي وكل الحديث حول الذهاب إلى خانيونس وإلى المنطقة الجنوبية بات جزء من الوهم لأن الجانب الإسرائيلي لغاية الآن لم يعد الخطة للذهاب إلى المنطقة الجنوبية وبالتالي إما نقل 1.2 مليون فلسطين إلى المنطقة الشمالية وهذا الجبهة مستحيلة لأن 50% من المباني هناك دمرت أو ذهابهم إلى المناطق الصحراوية الموجودة هناك وبالتالي إذا لم يكن هناك تقدم إسرائيلي واضح في العملية العسكرية فأعتبر بأن الصفقة سوف تتم طيب بعد 45 يوما أحمد كيف الآن يدافع لثنياهو عن نفسه أمام ناخبيه أمام الداخل الإسرائيلي بأنه لم يعود إليهم بعد 45 يوما كما تقول أنت عادة لا بالسنوار ولا الضيف ولا أبو عبيدة وحتى لم يعود إليهم بمحتجز واحد دائما ما نقول السؤال هو ليس متى سوف تدخل إسرائيل السؤال متى سوف تخرج إسرائيل والآن إسرائيل بدأت تفتح باب الخروج لا الصنوار ولا أبو عبيدة ولا محمد الضيف ولا أعلام بيضاء ولا استسلام المقاتلين والآن الحديث عن 50 و50 ليسوا من الجنود إنما من المدنيين جزء منهم معهم الجنسيات الأمريكية والأوروبية والذين هم عليهم الضغط الأكبر وتحديدا بالنسبة للمجتمع الدولي وتحديدا للولايات المتحدة الإشكالية عند المجتمع الإسرائيلي بأنه لربما سوف يكون هناك 50 عائلة محتفلة فقط ولكن العائلات الأخرى التي سوف تستمر بالصراخ خلال هذه الليلة ومن ورائها عشرات الآلاف مئات الآلاف أو أكثر من نصف سكان إسرائيل الذين سوف يقولون لماذا توقفوا الحرب نحن وعدنا ناخبين بأننا سوف نمضي قدما لتدمير حركة حماس اجتثاث حركة حماس ارجاع المحتجزين ولغاية الآن لم تحققوا شيئا المجتمع الإسرائيلي أكثر من نصفه الذي يطالب باستمرار هذه المعركة العسكرية بكل القوة وعدم تقديم أي تنازلات يعتبرون ليس صفقة تنازلا يعتبرون إدخال الوقود إلى قطاع غزة تنازلا وفا الذي قاله إتمار بنكفير واسمو تريتش في الحكومة وقاله إذكتور لبرمن في المعارضة قال إدخال الوقود هو تراجع كبير للجيش الإسرائيلي السبب في ذلك بأن بن يمين نتنياهو الآن أوراقه باتت محدودة يعني أوراقه الآن باتت لا يوجدون لك مجال التفاوض أكثر من ذلك لأنه لا يوجدون لك إنجاز على الأرض محمد خمسة أيام لا يوجدون لك أي تقدم عسكري وفي المقابل كل يوم هناك من ستة إلى عشرة من القتلى الإسرائيليين هذا طبعا إذا صدقنا بأن هذه الأرقام ومن ورائهم فلافت أضعافهم الجرحة وطبعا لا ندري ما سوف يكون مصير الجرحة بعد نهاية الحرب اشتركوا في القناة